مشاهدي سبوتشوت أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج وجهة نظر بدي رحب فيها بضيفي النائب المستقيل مروان حميدي أهلا وسهلا فيك أهلاً أهلاً صباح الخير ساعتك كيف أقبل انهيار الحاصل اللي عم بيزير والله يعني قلق مثل كل الناس بس يمكن عندي درجة قلق إضافية في على مقربة من رأس السنة اللي هي أنه لبنان من حيث يدري أو لا يدري متجه أو يدفع إلى كارثة كبيرة هي إما الحرب وقد تكون آتي وأما الارتطام الكامل نتيجة هي ذاتة والنتيجة هي ذاتة هي انتهاء البلد يعني بصير بلد شقف بالأرض إذا فينا أقول هذا تحليل واقعي أو متشاهد؟ نا واقعي لأنه إذا بناك تشوف التابلو كله ونحن مساقبين بنقطة مثل ما تقول نقطة الضعف في مكان المحل ما بيصير فيه هزة أرضية فيه شي بيسموه إبيسانتر على الفيلق نحن عليه وعم ننفذ كل متطلبات هذي وجود قنبلة نحن نحفور لتفجير الوضع عم نحفور حتى نوسع هالفيلة خلينا نبتدي مع كلمة الرئيس عون هي كانت كلمة مثل ما وصفر بعض هي كلمة نارية أو رح تحط نقطة على الحروف كيف قرأت بحضرتك لها الكلمة؟ نا مشي أنا عزت قبل ما تخلص وهي كلمة عزت لأنه واشفت شي جديد شفت كلام نفس الهزيان المستمر نفس الشعرات التي لم يطبق شيء منها وأنا بحكي من موقع يعني اللي مش مش شارك ولكن كان حاضر على لحظة الانتخاب كنت أنا أمين سر المجلس وعم بعد الأصوات نعم وصوت ضده صوت ضده لأنه اقتنعت أنه فعلا ما عم نصوت لهذا الرئيس عم نصوت لحالي لذا تحاطف بمكان معين مع هذا الرئيس اللي عم بيواجه حاولنا كتير حاولنا كتير أنا حاولت يمكن أقل من صديقي وزعيم كتلتي رئيس كتلتي ووليد جبلات اللي حاول أكتر من اللزوم بنظرك وهذا اللي دفع عني للاستقال ماشي ماشي هل كان بمكان من الأماكن وجود الرئيس عون رئيساً الجمهورية بعد التسوية اللي حصلت أثرت على المسيحيين بلبنان أكثر من أي ضرف آخر يعني البحث عن مزيد من القوة أدى إلى مزيد من الضعف لأنه أنت عم تتعطى مع وقائع بدك تقاربها بزكا بحكمة رئيس الجمهورية هو الحاكم والحكم هو اللي بيجمع بس هو بكلمته الأخيرة أشار إلى كلمة أو عبارة مخلونة كانت مسيطرة كان عم يشكو فيها يعني بمكان من الأماكن على التعطيل اللي عم بصير واللي عم يكون هو يعني محطوط بمكان لا يحسد عليه لا لا ما صارت تعطيل إلا منه وأكثر منه من جماعته من البلاط من الغرف السوداء في بعبدة مين تقصد بالغرم في السوداء؟ بقصد اللي قاعدين فوقه معروفين يعني من صهر وجر وزراء البلاط وكذا معروفين يعني كان فيه زباط بدون يدوبلوا على قائد الجيش في وزراء سابقين بدون يدوبلوا على الحكومة كلها فيه صهر ونائب ورئيس تكتل مندوبل على رئيس الجمهورية حتى والرئيس ما في شك مع العمر ما كلنا كبرنا وهذا مع العمر يمكن صار متكل يأسان متكل عليهم بس إذا مش هو مسؤول بمزاجه كذا يتحمل مسؤولية ترك الآخرين بجرنا إلى هذه بس خلينا نشوف كمان هو هز العصى بمكان ده الأماكن يوجه الثناء الشيعي وحزب الله حليفه الأساسي ربما هو إجا بأصوات حزب الله منع حزب الله سنتين ونص انتخابات رئاسي وأضعف بالتالي الموقع ترك الحكم لحكومة ترقسة أمام سلام رجل عاقل الحمد لله والإدارة بالتي هي أحسن أنا ذاك وما كان بعد لبنان وقع هالوقعات اللي بالسياسة بالاقتصاد بالاجتماع بتطبيق الدستور بالقضاء كل شيء ما انترك شيء من هو المسؤول عن المسؤول المسؤول الأول رئيس جمهوريه هو المسؤول المرتب الثاني حزب الله يعني ليس المرتب الحلو لا لا حزب الله حزب الله حزب الله وكل العون يشكل له غطاء هو عون أدى هو يدفع الثمن بلاءا حسنا في ذلك أدى الغطاء إلى ما أكثر ما يتحمله الجسم اللبناني والعقل اللبناني والضمير اللبناني والعلاقات اللبنانية يعني الطيار الوطني الحر والرئيس عون يدفع الثمن تحالفه مع حزب الله ايه رح يدفع الثمن أكيد رح يدفع الثمن لأنه البيئة اللي بمسلوها بيئة قد ما تكون معلقة يمكن بشخص وكريزما الرئيس عون وبعض وقفاته التاريخية اللي بيعتبروها بتمسكوا فيها بس بالنتيجة بيشوفه النتيجة النتيجة هذه البيئة ليست بيئة بده تسلم الحكم لنظام الملالي لحكم مذهبي الرئيس عون يجب عليه أن يستقيل برأيه وهذا هو الحل على طول بتنادي باستقالة الرئيس عون واستقالته ستكون ستضر كنت عم بنادي من أول سنة أول سنة لا شفت أنه خلص خلصنا يعني إذا استقالته هلأ بده تخلق مشكلة جديد أنه يعني بوازن بين استقالته وبقاءه بقاءه بشكل هادي ومسالم ويرجع يلعب دور الجامع شيء واستمراره لا بيجمع المجلس ولا بخلي الحكومة هو وغيره تجتمع لأنه هيدا شيء أساسي شيء أساسي صلنا عهد مرأ كله بحكومات إما مبتورة إما غير فاعلي إما من قسمي من صلحة اللي أعطيني الحال هلأ لهذه الحكومة أنا نخلص من كل هالظاهرة العونية نخلص بده يجي رئيس الجمهورية شكل جديد يرجع يمكن يرجع رئيس الجمهورية يشبه شيء من كميل شامون شيء من فؤاد شاب شيء من بشار الخوري الاستقلالي شيء من شار الحلو المثقف شيء من سليمان فرنجي الجد الفارس شيء من الياس ساركيس المحاسب اللي كان يفتتح مجلس وزراء بقراءة بيانات مصرف لبنان ومصاريف كل حكومة كل وزارة ما وصلنا لها وعلى هالأساس رح نبقى معطلين وبلا حكومة حاليا شو الحل برأيك شو مصير هذه الحكومة أنا بطحك أنا أيام بقول لازم حزب الله يحط ماي بنبيداتو بس ما بيجرى بنبيد أو هكذا يقال و يمكن ما بيحب الماي كمان بس يعني بدك ترجع تتعاطى مع اللبنانيين لا بالأصبع ولا بالفوقية ولا بالجنون اللي أدوا كلهم إلى جهنم طيب يعني يعني انعقاد مجلس الوزراء بمن حضر هو الحل لا بدوا يحضروا كلهم ليش بمن حضر يحضروا كلهم شو يحضروا كلهم شو يحضروا كلهم ويتخنقوا جوا بس يحضروا ويتاخذ قرارات أساسية في الأمور الأساسية التي تهم المواطن اللبناني الجائع اليائس الضايع المهاجر اللي مش عارف كيف يتلقع في ولاده وجايبين الكوفيد بالأعياد وكيف يبعثهم من هون بعد ما اقتطع منهم 100 أو 200 دولار طيقضي الأعياد يعني حالي فعلا بائسي ما فينا نستمر ورغم كل ذلك ضلوا يقولنا هددنا العدو الإسرائيلي أنه أنا برجعكم 50 سنة لورا رجعنا نحن بيدنا 50 سنة لورا رجعنا يعني يمكن فوق ذلك هو ميال ميال بعد ما ما اخذ قرار لأنه في توازنات دولية وفي على الأرض يمكن خسائر كبيرة لكل الجوانب بس ميال لي حرب لأنه أنا بنظري حزب الله يخاف يخاف الإسرائيلي مش حزب الله بده يعمل الحرب يخاف الإسرائيلي من صواريخ حزب الله أكتر مما يخشى النووي الإيراني إذا كملنا هيك الرئيس ميقاتي يجب أن يستخيل وشو بدي يعمل الزلمة بهاك موقف حاليا موجود فيه إذا استقال إنت بتتخوف يعني من من تكرار تجربة حكومة الرئيس السنيورة من زمان وقتا صار في إشي معاد بمن حضر صار من بعدها في عمليات تخذ قرار عمليات اغتيال تلاها عمليات بس صمتنا أنا كنت جزء من هذه الحكومة وبتذكر كيف تركونا زملائنا منهم أعزاء كتير نهار اللي اغتيال جبران طويني لأنه ما بدون أنه نحيل قضيته للمحكم الدولية ظهروا طب يعني حاليا إذا كانت اجتماع الحكومة بمن حضر من دون أثناء الشيعي رح يتكرر سيناريو مشاهدة رح يتكرر اعتصاميات رح يتكرر بس بالنتيجة أنا ذاك كان بعد فيه شوية لحم على العظم اللبناني كان بعد البلد بعد فترة رفيق الحريري وبعد هذا فيه بعد ازدهار كان فيه بناء فيه كذا فيه الاقتصاد كان ماشي الناس مش طفراني فاليوم إذا استقالت الحكومة بتصفي حكومة تصريف أعمال أصلا يمكن تضل حكومة تصريف أعمال طويلا بعد الانتخابات أيا كانت نتيجتها إذا بذهن حزب الله والعونيين أنه يستمروا بالتعطيل بعد الانتخابات وأيا كانت النتائج لأنه حتى لما الأغلبية كانت معنا بـ 14 أدار حتى يقال أنه رح ينسحب هذا على العمل التشريعي أيضا وليس على العمل الحكومي ما بده يوقع على هذه الدورة الاستثنائية ليش؟ بده يعرض فنيانوس وعلي حسن خليل وأنه هذا المشنوع كذا أنه لملاحقات نحنا منعرف كلنا أنه لمقدر جاب سليم عياش رغم حكم مبرى من المحكمة الدولية ما رح يجيب ما رح يجيب لا من وزراء ولا من نواب اللي بيخصوا هذه المجموعة ما نضحك عبر ما علي وزير خايف من تطيير الانتخابات شيء؟ ما حدني خايف بس بعده فيه زخم شعبي باقي ولكن إذا استمرت الأوضاع على ما هي يمكن الناس طيئس بتعود تروح الانتخابات رغم تسجلي ما تصوت من الانتخابات فيه مخاوف كبيرة أنه البلد ينشل قبل الانتخابات كيف ينشل؟ وهذا اللي عم تقول حضرتك الدولة عم تنشل براس السنة أو بعد راس السنة ما هو شوف هيدا شوفه هي المعالم الارتطام الكبير ما عد حدا يروح على شغله من الموظفين ما حدا يعمد أن يروح على مدرسته لا من المعلم ولا من الطالب والتلميذ ما يقول حدا بالقطاع الخاص قادر يحمل مصاريف النقل ليصل إلى مصنعه مصرفه متجره كل هيدا شو بيقدي؟ بيقدي أنه بتوقف البلد البلد ما بتنفجر ما حدا يفتكر الناس رح تتقوص على بعضها الناس رح تعمل مثل عصيان مدني بدون عصيان رح تقعد ببيوتها لأنه مش قادرة تظهر يابدها تظهر تشتغل يابدها بالفتافيت اللي بعد ما هتاكم أنه رح قد نتعرض لحرب هي الحرب هي رح تكون خارجية أو حرب إذا حرب خارجية لأنه إسرائيل تخشى صواريخ حزب الله ما أنا قليلة مئة ألف ومئتان ألف صاروخ يعني قد نكون بمرحلة ممعرضين للتجمير إسرائيل برحل عشرة خمسة عشر عشرين ألف قتيل بس نحن برحلنا مئة ألف بمكان ما حزب الله مجبر على تسليم سلاحي للدولة اللبنانية آه بالآخر بالآخر آه قامت ما بعرف المهم قبل ما طالما في دولة لبنانية الفليشيات الثانية سلمت سلاحة وكان التفاهم مع حزب الله سنة 92 لما القوات سلمت والاشتراك سلم وأمل سلم أنه نهار يبينسحب الإسرائيلي هو بيسلم شو صار اخترعوا وزارة شبعة اللي لا السوري بيقرلنا فيها ولا نحن قادرين نروح على الأمم المتحدة نجيبها ولا حزب الله قادر يتحررها يعني عم يتحك عم يتحك عالناس أنه بحررها ثم بروح عالإكس بلحكي هذا شو الحكي خلينا نكون واقعيين بما أنه بلشنا نحكي كمان عن الانتخابات سعد الحريري أنت راجع معلومات أنه بالعشر تيام التي تلي رأس سنيج راجع سعد الحريري راجع يحكي مع جماعته راجع يخوض الانتخابات إذا فينا نقول يمكن يخوضها مباشرة يمكن يخوضها عبر تياره عبر بعض الرموز اللي قريبة أو منضوية تحت تياره بس له بعد وجود يعني معروف أنت من صلب 14 أدار وعم بتشوف أنه غيبة الرئيس سعد الحريري عم تمر من دون ردة فعل واضحة وبينة من الحزب التقدم الاشتراكي هدا الشي نادينا نوع من العقاب نوع من العتاب نوع من القصاص لسعد الحريري ما عاقبنا سعد الحريري قدم ولا محل نحنا تعاقبنا أنا بعتبر خيار 2016 عقاب للبنان كله أنه نستسلم لقضية أنه الاستقرار أو انتخاب رئيس لا انتخابنا رئيس تربنا الاستقرار في حديث أنه اسمك لانتخابات النيابية صار ثابت من قبل رئيس الحزب وليد جنبلاط صحيح؟ صار فيه مفاتحة صار فيه كمان اعتراضات حسب نا صار فيه مفاتحة من القواعد الحزبية للإشتراك نا ما صار فيه دقاش حوله الموضوع فاتحني الوزير جنبلاط وعنده أنا صديق العمر وأنا جيت على على الخط الجنبلاطي كمناصر ثابت كان عمين قال فيه اعتراضات من القواعد الحزبية للحزب الاشتراكي حول اسم مروان احمادي شو بتردعا هذا الشيء؟ لا لا أنا ما بردع على الشيء ما فيه شيء على اسمي أنا فيه خيارات بدأت تم وهالخيارات بدون يخدوها وقع الاختيار على اسم مروان احمادي لترشع فيه منطقة تشوف؟ بعد ما فيه إعلان نووية شو موقفت من ترشيح السياسيين لولادهم من انتخابات النيابية؟ ما عم يصير وين فيه ترشيح لأولادهم؟ وجرر حديث وانه مروان احمادي كان يرغب بترشيح لأبنه لا 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 الانتخابات النيابية ووليد جنبلاط رفض هذا الموضوع لا أنا ولا ابني أبدينا هذا هذه الرغبة أبدا 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 يعني أبدا أبدا نحن بخط واحد بصف واحد و ننوجد حيث يحتاج إلينا فقط إذا ما نعتمد على نسبة تسجيل المختربين بالخارج ونسبة تسجيل الدروز المختربين في الخارج نرى أنه هذا شيء جيد جدا أرقام مرتفعة النسبيا بشكل كبير عن عام 2018 كده الشيء بتقرأه بشكل إيجابي لأنه ما بعتبره نهو دي من أنصار إيران وسوريا فأي شيء أي حركة أي مصير للانتخابات يؤدي إلى تشكيل أكثرية تتحرر من الهيمني هيمنة حزب الله بتكون أكثرية مشكورة مباركة ونباركة ما بعد الانتخابات أو ما قبل الانتخابات ذهبونا إلى الأعظم أطول هيك بتردد حضرتك بهدد مش بهدد بحذر بتحذر بحذر لتفادي الأعظم حتى ما يكون الأعظم آتي إذا استمرنا بالاستفزاز المستمر بالداخل على بعضنا بالخارج على محيطنا بأبعد على أشقائنا بالأبعد أبعد على الدول الكبرى ونصفي منبوزين بالمال وبالسياسي وبالعلاقات وبالمخدرات وين راحين وين رايح لبنان لا بحذر من هذا الشيء بدأ توقف هيدا التدحرج نحو ما بعد جهنم هيدا كلمة دخلا بالقاموس اللبناني سيد حسن نصر الله ما بعد بعد حيفا وما بعد كذا كذا صفت الأمور ما بعد بعد بيروت وما بعد بعد جنوب وما بعد بعد الجبل صفينا كلنا بالأرض عكار بالأرض والهرمل بالأرض والقاع بالأرض والساحل بالأرض والناس كلها واللبناني تحت الأرض هو بيطلب صمود أو يعني بهايك مراحل بدنا نصمود قدام محاولته الاستمرار في هذه الهيبنة يعود عنها أنا هون كيف هتواجه حضرتك أنا هون أنا هون كيف هتواجه حضرتك المشروع قدر كتير الكلام اللي قالوا نبارح أحد عقلاء العرب الكبار الملك سلمان بن عبد العزيز ويجب أن يعمل اللبنانيين على إنهاء هيمنة حزب الله على قرارهم وعلى مصيرهم طيب أي حزب سياسي في أحزب سياسية حاليا عم بت تعاني من العقاب لأنها لم تواجه حزب الله أي حزب سياسي بلبنان أو حضرتك أو أي مشروع بلبنان قادر أنه يواجه حزب الله أنا خيرت عرضت لمحاولة اغتيال يعني أكتر من هيك كان أنه نضم لليه حد الشهداء أحيانا بقول يا ريت ما شفت اللي صار بعدين تمنيت يعني لو نجح بينجوا من الاغتيال بصير عنده البوست تروما ستراس أنه ليش رفيق قتل وجبران قتل وسامير عصير قتل وبيار جميل قتل وكذا أناك ليش زمط إذا زمط وهي صدفة أو إرادة إلهية هو تأدي الدور محكوم على أنك ضلت والدور مش هو أنه ضل مستسلم بالعكس بدي أتصدى لآخر نقطة من دمائي ولآخر لحظة بحياتي مش خايف حضرتك محاول مخايف من حدا ما تخاف من حدا أبدا كنت خاف أكتر قبل زمن الاغتيالات حاليا هو زمن مهيئ أنه يرجع ممكن يرجع بس شو هي الاغتيال الفردي بالمقارنة مع اغتيال لبنان مع اغتيال لبنان كله احذروا 2022 فيه اغتيال من الداخل وفيه اغتيال من العدو الإسرائيلي اللي راح ممكن يتحجج بأي شي تيكفي على الخمسين السنة يعملون مئة سنة لورا مئة سنة لورا يعني بيروح لبنان الكبير بتروح حدوده اليوم تطلع بلدان زوال الدولة اللبنانية ما بتعرف وين حدوده فيه حدا محترم حدود لبنان بلوك إذا إذا الليمون اللي هي رمز صادراتنا الحلوة اللي كنا نبعتها عمصورة على ليبيا على أوروبا على كذا الليمون الليمون الحلو الليمون المغربة وليمون الحامل منظومة برعاية سوريا لأسد وحزب الله ومعروفة وإذا بتلاحظ ما فيه غير منلعط إشياء ومنقول مين اللي قال مين اللي تلقاهن اللي تلقاهن واعتبرون أنه محاولة اغتيال مجتمعه وهو على حق شو الحكي هذا منبعط طائرات وسيارة ومنبعط صواريخ باليستية ومنبعط مخدرات ومنبعط سموم الإعلام الغير الشرعي لوين لوين اغتيال لبنان كفا باختصار سنة 2022 ستكون سنة انفجار انفراج هي سنة تحول كبير في التاريخ لبناني إما بقاء لبنان صمود أولاده وقوفه أمام المؤامرة الزاحفي اللي أخدت تسعين بالمئة من الطريق وكبتنا بجهنم إما هذا الصمود وأما المجهول لدولي رح يقوله هون كان فيه لبنان دولة قد تتعرض للزوال اسمها لبنان جيغوسلافيا تعرضت للزوال يعني لبنان السودان كان دولة كان دولة طويلة عريضة صارت 3-4 دول وبعده مرشح قاله ينقصم بين خرطوم و أمدرمان على ضفتي النيل العاصبي عم تنقصم فيه شي فيه مؤامرة كبيرة لتدمير العالم العربي ولبنان كان يعني هو رمز الروح العربية النهضة العربية التفاؤل العربي الابتسام العربية هو القاترة الفكر العربي المنارة كنا نسام بكل مقالاتنا كنا نبلش بكلمة المنارة بوين صارت المنارة ما حتشو تضوي انطفت المنارة كتر خيرهم سودوا كل شي بدي بطل منك رسالة الى السيد حسن نصر الله شو بكتوله انه كفى كفى انظر الى لبنان انت لبناني واهلك لبنانيين ولهم حصط كبيرة في لبنان حصط كبيرة الديمغرافية السياسية وهيدا الدستور بيضمن لك حقوقك بالعيش والمشترك وبكل تفاصيله واذا افتحنا الباب على الغاء الطائفية السياسية وصولا الى العلماني لانه اذا بدنا نقعد نحسب منكون قضينا على بعضنا البعض مش لانه انا عندي خمسمائة الف اكتر من طايفة تانية بدي حيمن عليها جربناها كلنا بتاريخنا ان شاء الله توصل هايدي الرسالة بس انا مني كتير متأمل انه بعرف توصل بس ما بعرف اذا تنسمع منتمنى هذا الشي بدي تشكرك النائب المستقيم مروان حميدي على هايدي المقابلة مشاهدين الكرام شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة